هنا قرية عيت الشعب اللبنانية المعروفة فمنذ نشوب الحرب هجمت قوات جيش الدفاع مئات الأهداف التابعة لحزب لا في هذه القرية أيضا منها المواقع العسكرية ومنصات الإطلاق ومستوضاعات الوسائل القتالية يمكنكم مشهادة الضرر الجسيم الذي لحق بالقرية نتيجة استخدام حزب لا له كبنية تحتية لناشتاته الإرهابية بواسطة الوسائل التقنية السرية رصدنا منظومة قتال والتحضيرات تحت أرضية تم بناؤها بجوار القرية إن المجمع الذي تشاهدونه هنا يضم منظومات قنوات قتالية فوق الأرض وتحتها وتتصل شبكة القنوات هذه في طرفها بنفق تحت أرضي يشمل مستوضع وسائل القتالية وغرفة قيادة وغرف تحضير ومكوث خاصة بمخرب حزب لا هكذا يبدو المجمع كما تم توثيقه من كاميرات الجسم الخاصة بجنود جيش الدفاع لقد داهمت قواتنا القنوات القتالية في قمة الجبل وما شتتها وكشفت انفتحت النفق الذي ينزل إلى الأصفل تحت الأرض باتجاه القرية اللبنانية وقد نزل مقاتلون إلى عمق النفق حيث وجدوا داخل غرف المكوث الأسلحة والوسائل القتالية العديدة في ختام هذه العملية تمت ميركول هذا المجمع الذي بنه حزب الله على مدار السنين طويلة وتحييده من خلال الهجوم البري والغارات الجوية اشتركوا في القناة